اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع بيرجون وبرح بايقة واللي كان كتير متأثر بروحانية مرمانصور وهكي مع الصلاة والمسابرة ربنا حط على طريقه اشخاص كمان عندن الرغبة بقلبن انه يساعدوا اشخاص محتاجين وتوفق اثناناتهم على نفس الخط وهكي بنعمة الله والاشخاص اللي حطوا كمان ايدهم بايده وكانت ايد الله ترافق هالمشروع كله من بدايته وهيك ابصر النور مع ايد الله اكيد وبركته ونعمته مع مساهمة المتبارعين والاشخاص اللي حابوا يعطوا من كل قلبهم واكيد الكل العناصر اشتغلت لحتى هالجامعية ابصر النور وكان اكيد الدعم الاساسي والمتماك الاساسي هو يسوع المسيح اللي على اساسه مبنية هالجامعية وكبرته ونميت واكيد بمساعدة المتبارعين والمساهمين والاشخاص المتطوعين الاشخاص اللي بيتركوا بيتهم وعيالهم بيجوا بيحطوا بمحبة شغلهم بفرح تيساعدوا على الاشخاص هوا يعني هولي كلهم سوا اشتغلوا كل هالعناصر كلها كملت بعضها لحتى هالجامعية بقيت وحاليا الجامعية صارت جامعية رسمية عند عالم وخبار جامعية اهدافه اكيد مساعدة الاشخاص اللي هني بحاجة على كل الصعود الروحية والاجتماعية اكيد حاليا عم بينشغل اكتر على مشروعين اساسيين هايدي السنة الجديدة في مشروع حاليا عم بندرس بدون ينتاخد شقفة قرد ينبنى عليها مبنى كبير للجامعية واكيد بنشكر الاشخاص اللي حاليا عم بيحطوا ساقتهم بهالجامعية ومحبتهم وقلبهم وكل النعم اللي الله عطاهم ياها وعننا المشروع الثاني اللي هو مركز للاصغاء بيجمع العية اللي بيساعدهم على صعيد النفسي والاجتماعي واكتر من هيك بقى هاودي هاك الجامعية بلشيت وهاك بإذن بنعمة الله عم تكبر وتنمى وأكيد رح تكفي بنعمة الله منحكي شوية عن يعني في فئة عمرية معينة تشتغل معا في فئة من المجتمع معينة تشتغل معا ولا بتساعدوا لكل وموجود دينا لكل للصراحة حاليا صار عنا 1500 عائلة نحنا ما منلقي حاجة فينا نكون أكيد العيال مقلفة من كل كيفة الفئات العمرية ومنلقي في حاجة نحنا منقدر ندخل على قد هالعيلة حاجاتها ومقدرتها يعني شو أنواع المساعدة لكم مادية شفائية طبية صحيح المساعدات عم تكون عينية شهرية مواد غزائية مواد تمضيف في عنا خضار بيوصل بالشهر بالجمعة مرتين أو تياب في عنا تياب في عنا حملية طبية بتصير من وقت لوقت من وزع خبز بيصير في عنا نشاطات كمان من وقت لوقت بالتعاون مع جماعيات أخرى بقى هادي خدماتنا الحالية وأكيد نحنا من آمن أنه الإيمان والكلمة والعمل يعني العمل والإيمان تننته سوا بيكملوا بعض يعني الإيمان وحده ما في يمشي وحده والعمل وحده كمان لقى بالإيمان والعمل نحنا من آمن أنه العمل بيكمل وبيمشي 1500 عائلة عدد كبير صحيح نسبة على الظروف كيف قدرين يتلحوه؟ يعني ما بدأ بدك تسأله عن جد بمسابرة الأبونا وشغله وسهره بالليالة عن جد ما بيكن وهيكي ربنا بيلهمه وبيفتح له أفاق وهيكي بيبعث له أشخاص كمان عندهم هالرغبة على قلبهم وهيكي عم بيكمل يعني أيد البايدة موجودة أكيد أكيد بقى المشاركة هيكي علمونا علمنا يسوه هيكي والرسل علمونا أن المشاركة عنصر كتير مهم يتشارك وكأن الرسل يصر له كسل الخبس بقى نحن هيكي بمجتمعنا رغم كل إمكاناته المحدودة والصعوبات اللي عم تمشي على طول في أيادي البايدة وفي أشخاص عم بتشارك وبتحط من تعبه حتى لو كان مقدار الفرس الأرملي مش مهم قداش بتعطي المهم انت كيف عم تعطي وبقى نحن منشجع الناس عن رد أنه كل واحد يعطي على قد قدرته يعني اللي قادر يعطي رغيب خبس يعطي واللي قادر يعطي أكتر واللي ربنا مباركو مدين أكتر كمان مش بس يكون عم بيعلم مستوى معيشته كمان يكون عم بزيد من عطاءه لهؤل الأشخاص لأنه عجد هؤل الأشخاص هن مسؤولية علينا صحيح يعني متكلين عليكم شهريا صحيح إذا كان قوله قدروا يعيشوا ويكفوا ويستمروا صحيح كانت رغبة البرجنوبول أنه نكون عم نستمر مع هالعيال شهريا يعني هكي يمكن نحنا ما عم نقدر نكافين كل شهر بس نكون عم نسندهم وهيك صاحب العائلة بقدر نعمل ميزانيته إذا أريد يعني لأ أفضل يمكن من أنه نعطي شهر آية على الشلقة هون بدي رب العائل كيف بدو يعمل؟ اللي سر الصعوبات قدي موجودة بشغلكم يعني أكيد في صعوبات مدية للاستمرارية وهكي الظروف دقيقة بس في غير صعوبات بتواجهوها صعوبات دائما موجودة بس عن جد بنعمة الله وبالصلاة في عنا نحنا الأكيب نحنا مش بس نشتغل أكيب من صلب وبالصلاة بتلاقي كل الصعوبات بتتبدد ما تسألني كيف وليش بدك تسأل ولا قلقه دائما الجواب عنده فريق عمل كبير تشتغل مع بعض مين هكي الكوميتال؟ في صدقنا هلأ يمكن بتشوفوا بالصوافين كل الأعمار الصغر والكبار والشباب والصبايا بس في اللجنة عن جد هولي ست سبع أشخاص تسع أشخاص حطين كل قلبهم وطاقتهم وطعبهم يعني ما بقدر إلك بقلهم أنا الله أختاركم لهالعمر ولهالجمعية وأنا بعتقد ما في شخص بيفوت بهالمجال لما يكون مدعو وبالفعل عن جد هني أشخاص مدعوين ونيال الجمعية فيهم يعني على الجد بيعتهم من وقتهم متعبهم بيتركوا عيالهم بالأعياد إنه من كبين حطين روحهم ومحبتهم وفرحهم بهالعمل مش إنه بيجوا وكلهم مجانا يعني قد إلتزامهم؟ أكيد الإلتزام هو بأمن الاستمرارية للعمل وبنفس الوقت بيعته كمان روح روح هيك حلوة للعيال بس تستقبلهم عم تشوفهم عم بيشوفوا إنه إحنا أشخاص مثلهم مثلهم عنا صعوبات وهيك بس هيدا الشيء ما بيمنع إنه نكون عم نعطي بفرح نعم نقدم شي للمجتمع رغم كل إمكاناتنا المحدودة اللي سر ذكرتها بش أن نكون تقريبا عشر سنين على الأرض؟ صحيح يعني من 2011-12 تقريبا صحيح هلأ نحق في 2022 صحيح شو تغير من 2012-2022؟ اللي تغير الحاجات زاديت صعوبات كتريت بس إنه أنا بقول هلأ الوقت إنه عن جد نعيش مثل مسيحيتنا بيملق عمقه يعني ما لازم يكون في مجالة اليأس ولا للأحباط لأنه يصور رجينا ومعه نصرتنا يعني هلأ بدنا نمشي ونكفي ونكافح ورغم كل الإبتهاد اللي عم بيصير والصعوبات نحنا بدنا نكمل بمسير ردمه لأنه حلو كتير بس تمرق هالأزمة مثل أكيد مري أزمات غيرة كتير وبقينا موجودين وحضرين وحلو كتير من المستقبل نقول لأولادنا نحنا عشنا هالمرحلة تضمننا حبينا بعضنا البعض تكتفنا تضمننا تحملنا بعضنا البعض بمحبة لتضل هالمسيرة موجودة ونحنا موجودين وأكيد أنا مقول الشياطين هالعالم اللي فيه كتير من الفساد كلها بتنحني وتركع قدام مجد الله يعني وكل هالصعوبات بتتبدد ومعه كل الرجا وكل الفرح أنا بعرف الصعوبات موجودة ما بدي حكي شعرات نحنا يعني من هالناس عايشين بس إنه مع يسوع مش ممكن مش ممكن ما تعيش الرجا ويكون عندك الإيمان والأمن مش ممكن حاجة عم بتزيد لك أنا من سنين لهلأ يعني حسب شغلكون وحسب الأرقام اللي عم تكون هلأ يمكن هي أكتر فترة في حاجة كبيرة عم تكون وفي عوز كبير أكيد بلشنا رسالتنا بستين عائلة هلأ سونا بألف خمسمائة عائلة وإذا المجال بعد بيمفتح في كتير هي الناطرة في كتير هي الناطرة بقى بطمنا من كل حدا عم يسمعني بليز ما تخافوا العطاء ما بيخسر العطاء بيربح من كل النواحي أعطوه ما تخافوا العطاء بركة إلنا للأشخاص اللي عم نعطيه العطاء كله ربح إذا حدا حابب بيكونك عم بيعطف في فيه تواصل معك على الفيسبوك في صفحة لألكون صحيح صفحتنا هي وعنا جماعة نعمل للمحبة ويقدر يتصل على رقم بيرجانبول أو على رقم الجامعية أو يفوت على الفيسبوك يكتب نعمل للمحبة أو ويتواصل معكم ويشوف شغلنا ونتمنى يعني وما حدا يقول مبلغ صغير أو مش حزين دايما هكي نقطة ورا نقطة بتعبلك بقية أكيد صحيح صحيح أوكي ذكرت إليسار أنه رح تكونوا عم بتاعوا مركز قريبا للأصغاء صحيح ليش خطرتوا الأصغاء حديدا؟ بتعرف من خلال الأصغاء مجتمعنا اليوم بتحس ما بعرف فيه رغم كل السوشال ميديا والعجرقة وهاكي فيه واحدة عند الأشخاص بتحس فيه واحدة فيه ضياع فيه ما فيه أصغاء حقيقي فيه تفكك فيه تشارزم يعني بحس من هون العائلة هي نواة المجتمع ومارشار بتقول رملي كتير حلوة إذا فقدت العائلة الدفء اللي فيها ما فيه محلتان بتقدر تعودوا بقى كتير من ركز تكون العائلة مستقرة بيكون المجتمع مستقر بقى كتير أصراينا أنه من الله راد السنة هيدا عم نشتغل هالموضوع رح يكون فيه أخصائيين نفسيين أخصائي اجتماعيين عم بيكونوا عم بيواكبونا بهيدا الشيء و رح يكون فيه مبنى كمان عم بيتعمر من خلال أشخاص يعني عن جد حبوا يكونوا معنا بها المسيرة وصنوا من أمور ما بلشنا بيرفقونا يكونوا عم يملوا بناء تا يجمع كله ويحضن كلها الرسالة الجامعية إذا بدك يعني أصرا معقول يكونك حل لبعض المشاكل برأيكم أكيد أكيد إذا الواحد أنا بقول قرر وأخذ القرار أنه أنا بدي أتخطى أنا بدي أشتغل على حالي أنا بدي أكيد 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 ومع بحكيك شعرت عم بحكيك واقع لأنه في أشخاص من خلال خبرتنا وخبرة الأبونا في أشخاص إذا بترفقهم أكيد توصل لحل أكيد يمكن بيقدر يتخطر مشاكل أصابة اللي عندهم أكيد أكيد إليستار هيك فترة عيد الميلاد ورس السنة أداك أنت مميزة وهكي خبرين أكتر على الأرض وين كنتم متواجدين كتير كتير كانت حلبة كتير عن جد تشوف قدرت تقدم هيك فرح بسيط بكل بساطة بكل طوادع تشوف الفرح بقلوب الولاد بقلوب أهليهم يمكن الكامية صعوبة هيدا السنة قدمون شيء بقى عن جد بنعمة الله بمبادرة الأشخاص اللي قدموا الهدايا بمعاونة بعض الجماعيات قدرنا نعمل احتفالين جماعة فيهم شي سبعمائة ولد بقى عملين لهم برامج روحية إلى جانب الترفيهية وكان فيه كدويات فريان ومتفضعوا هيك بقى كتير لمسنا هيك يعني تأثر الأهيلة وفرح الولاد أنه السنة رغم كل الصعوبات ما نحرمه من شيء بعرف العيد الأساسي هو يسوع كرميل هيك كانت الفقرة الأساسية بحفلاتنا مبنية على كلمة يسوع على محبته على مجيئه كمخلص لقلنا وبعدين استابعت ببرنامج ترفيه بقى مشكر الله على كل شيء يقوله المجد يعني للأبد أدائل صار هالفرحة اللي بتشوفوها بعد كل عمل بتعملوا بتعطيكم أندي فعل الاستمرارية وبتقولوا أنه شو ما صار نحنا ما لازم نوقف أكيد ما هي الدافع الأساسي إذا بدك هكي بهالطريقة ربنا عم يشجعنا بيقلنا أنه إلكن دور أنتو بهالمرحلة لازم تكونوا موجودين رغم كل شيء حلو، أنا بدي أشكر وجودك معنا اللي صاريك كلمة أخيرة مني كل المشاهدين اللي عاويتين باونه أنا بدي أقوله أنا أرجو على طول صلو يسوع ما بيتركنا يسوع على طول حاضر معه الانتصار الوحيد وأرجو بها الزمن كونوا الإيد البيضة اللي عم بتشارك اللي عم طاعته وما تخافوا أبدا من العطاء أنا بدي أشكر وجودك معنا اللي صاريح بيها من جمعية نعمة للمحبة سيرفينج فور لوف متأكد أنتو موجودين على مواع التواصل الاجتماعي صحيح وأنا أكدر من فرع عنا ببيروت وعنا بزحلة كمان فتاة إحنا فرع مش من زمان بقى اللي بيحب بيقدر يتواصل معنا وأكيد نحنا جاهزين نسمع وفي مجال هايك شباب صباي يتطوعوا معكم يشتغلوا معكم أكيد أكيد عنا جروب طويل عريض وبنتعيهم دائما بأشغالنا شغلنا بيتواصل كل الشهر يعني تجيب الحصص وتعبية وتتوزن كيلوات وتسكنوا كلهم بدوا تشغل يعني وبقى أكيد نحنا بكل قلب مفتوح ومستعدين أكيد يعني في حاجة أنه ناس تتطوع معكم يعطوا من وقت ويمكن يمرس بالجمعة مرتين من الجمعة أكيد على قد مقدرتهم منه ما في شروط يعني كونوا معكم ويساعدوا بتوضيع بيمكن الغراض والحصص الغذائية حصة حقيقة نزع نهار وشهر بس هي تتطلب شغل شهر كامل يعني من ناحية الأبونا يبلش من خلال التصالات ويأمن هالشي لخلال توضيبة وعمل اللجنة وهيك يعطيكم ألف عاقية وتحية لك الفريق العمل وإن شاء الله منتلاقوا هيك بمقابلات أخرى وبظروف أحلى لنضوئ أكثر على عملكم أمين أمين علينا وعا كل الشعب اللبناني شكرا لوجودك معنا مرسي رار مرسي شكرا شكرا للمشاهدة في حلقتنا اليوم نكفي من بعد أستقبل شكرا لكم معنا